السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم اسمح لي قبل مبدأ الحلقة أسألك سؤالي أخي الكريم تعرفي عن القرين حتجاوبني بدون ما تفكر تقول لي هو شيطان بيوحي ليه فعل الشر وهو من أبناء إبليس لا ومش بس كده بيتلبس جسمي وبيعمل لي سحر وأحيانا بيعمل لي وسواس قهري حقول لك جبت الكلام ده منين تقول هو ده اللي بيقوله المشايخ حقول لك متأكد من كلامك طب ما تفتح المصحف كده على صورة كاف اقرأ قوله تعالى قال قرينو ربنا ما أضغيطوه ولكن كان في ضلال بعيد قرينك حيوقف أمام الله عز وجل يوم الإيامة يحاجك هو اللي كان بيعمل الذنوب والمعاصي فهل تسمح لي في دقيقة معدودة عرفك مين هو القرين من السنة أخي الكريم وقول لك القرين ده جوة الجسم ولا لا والقدين تركيزك وانتباهك في ليلى من ليال الله عز وجل كان النبي صلى الله عليه وسلم بجوار السيدة عائشة فذهب إلى أهل البقع ليدعي لهم فالسيدة عائشة غارت عليه فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أتاكي شيطانك يا عائشة قالت يا رسول الله أولي يا شيطان قال لكل إنسان شيطان وأنا لي يا شيطان إلا أن الله عز وجل أعانني علي فأسلم فلا يمرني إلا بخير عايزك تعرف يا أخي الكريم أن القرين ده عبارة على الشيطان بس الشيطان ده ساكن فيه ساكن في الجسد المد بتاعك ساكن جواك بس إيه هو مسألتش نفسك إيه هو اسمح لي أن أنا أضرب لك المسأل فوقت أني لوقات بكون قاعد مع نفسي باشتهي أكلة معينة بهم أكل الأكلة ديت بشراها وحس بنها مو أنا بأكل الأكلة ديت وكون مبسوط وفي ألز أنواع الإنبسط لكن بعد ما بخلص الأكلة جسمي بيتقل فبضطر أن أنا نام سح من النوم بعد الأكلة الحلوة ديت اللي أنا كنت بستلزة أثناء أكلها جسم تعبان همدان مخنوق من الدنيا واللي فيها واللي عليها تعرف ليه؟ لأنك إنت اعتمدت على تغذية جزئية معينة اللي هو النفس وتركت الروح في جوه منك عامل رئيسي بيسمى النفس وعامل آخر رئيسي بيسمى الروح اللي اتنين موجودين مع بعض في الجسد المدّي بتاعك ده فلو أنت غذيت النفس بتستمد النفس القوة الشيطانية والعيازه بالله فدايما أنت بص تلاقي أن القرين بتاعك ضعيف فتتسلت عليك الشياطين لكن إنت لو غذيت الروح إيه اللي حيحصل معاك؟ مجرد ما بتغذي الروح بينزل عليك الفضي الإلهي نور إلهي بيحفظك بيمدك بالقوة وبيمدك بالسعادة هنا بقى لو القرين بتاعك مطمئن لو القرين بتاعك مؤمن لو القرين بتاعك فيه الخير بيرشدك للخير فتبص تلاقي دايما بيلومك على فعل الذنوب والمعاصي فتبص تلاقي دايما فيه إحساس داخلي إحساس جواك الإحساس ده بيكون جوايا وبيكون جوا أي إنسان لما يعمل ذنب معين ليه عملت الزنب ده؟ ليه ما تركتوش؟ ليه ما باعدتش عنه؟ لو سألت نفسك مين اللي بيلومك داخل منك أكيد هتوصل للإجابة وصلت لها ولا لا؟ إذن يا أخي الكريمة عايزك تعرف إن القرين من مصلحته السعادة تمام؟ ومن مصلحته إن هو اللي يكون مسيطر في جسدك المادي ما يجي الشيطان لا حول لي ولا كوة من الخارج كده ويجي يتربص بجسمك إما إنه هو يخش جسمك عن طريق سحر وإما إنه هو يخش جسمك عن طريق تسلط من إبليس وجنوده فييجي لما يخش الجسد ده يركن القرين بتاعك على جنب فتبص تلاقي إن نفسك اللي كانت بتلومك على فعل المعصية ما بقتش تلومك تبص تلاقي نفسك إنك أنت عملت تعمل ذنب ورا ذنب وما أنتش حاسس بالدنيا ولا حاسس بأي حاجة إيه الشيء الجديد اللي جد علي إيه الشيء الجديد اللي دخل علي ده فين النفس اللي كانت بتلومني جوايا فين النفس اللي كانت بتقولي دايما ابتعد عن المعاصي ليه دلوقتي نفسي ما بقتش تلومني ولا تبعدني عن المعاصي طب ليه إن أنا أصبح عند شكوك ووساوس جوا مني في كل شيء والوساوس صوتها بيعلى جوايا مش قادر إن أنا سكتها إيه سبب كل ده اسمح لأقولك هو المس الطواف ده اللي حتكلم عنه في الحلقة الجاية وإعلقته بالوسواس القهري وعلاجه وإزاي بسبب الألم في جميع أنحاء جسمك لكن لو عندك أي معلومة تعرف عن القرين ياريت أضحفكم منت أسفل الفيديو عشان متابعينا في قناة تفسير الأحلام يستفيدوا منها ولو عجبك المقطع ده دوس لايك وضغط زر السبسكرايب وفعل الجرس وانتظرني يوم الأربع الجاي في حلقة جديدة عن المس الطايف دمتم فود في أمان الله